الله يسعد أواكن يا أحلى متابعين فيديو اليوم رح يكون مميز جداً لأنه اليوم مع بعض رح نشوف كيف ممكن أنه نثبت Arch Linux باستخدام الـ Script اللي هي Arch Install بأسهل طريقة ممكن أنها تخطر على بال أي إنسان لكيفية تثبيت Arch التثبيت ما رح نعمله بماكينة افتراضية وإنما رح نعمله على لابتوب فعلي لأنه مع بعض كمان رح نثبت تعريفات انفيديا رح نثبت الـ PSP WM اللي هو الـ Window Manager اللي رح نستخدمه رح نثبت رح نشوف مع بعض كيف ممكن أني فعل أزرار تحكم بسطور الشاشة أزرار خفض ورفع الصوت هذا الكلام باعتبار أنه ما في عندي إمكانية أني سجل الشاشة مباشرة من الكمبيوتر أثناء عملية التنصيب رح نعمله باستخدام الـ SSH بالمرحلة الأولى من التنصيب وبعد ما نخلص من التنصيب رح نرجع للـ Hard للابتوب الفعلي إذا كنت تعرف كيف ممكن أنك تثبت Arch أو عندك Arch جاهز وبس بدك تشوف الـ PSP WM فأكيد رح أترك الـ Timeline لحتى تروح للقسم اللي بدك ياه فهلأ مثل ما أنا شايفين أنا هوم موجود على كمبيوتري الفعلي فينا نتأكد من هذا الكلام لأنه هذا اسم الكمبيوتر اللي عندي وشايف أني عامل SSH مباشرة للابتوب فأنا حاليا بهذا القسم إذا أجينا لتحت رح أشوف أني موجود ضمن ملف ISO فأنا فعليا هون موجود على اللابتوب اللي عندي أول شي بدي أعمله بس بدي أفعل الـ Parallel Download لأنه هاي النقطة هاي الميزة حاليا مالها موجودة بملف بالـ Arch Install بس النسخة الجديدة من هاي البرنامج أو من هاي السكريبت رح يكون في عندي إمكانية تفعيل التحميل المتوازي فرح أقل له Vim-etc-pacman.conf ورح أجي لقسم الـ Parallel Download ورح أشيل الـ Comment ورح أحفظ هذا الملف بعدها الشي الوحيد اللي بديه رح أقل له Arch Install رح نضغط Enter رح نشوف أنه هاي القائمة أو عملية التنصيب بغاية البساطة أنا ما في عندي غير أني اتبع الخطوات اللي موجودة بهي المنيو أو بهي القائمة اللي عندي فبالنسبة للخيار الأول أنا فيني أتحرك إما باستخدام الأسهم أو باستخدام أحرف أحرف الفيم فأنا إذا في عندي الخيار الأول اللي هو اختيار اللغة رح نخليها اللغة الإنجليزية بالنسبة للغة الكيبورد أو Layout الكيبورد أنا بحالتي رح أخيرها طبعا هاي القائمة إذا بدي أعمل عملية بحث ممكن أني أعمل البحث باستخدام الـ Forward Slash فأنا رح دور على اللاتين رح أجي للغة اللي بدي إياها بضغط Enter هلأ بعدين بدي أحدد المنطقة اللي الميرورز أو السيرفرات موجودة فيها لحتى نسرع عملية التنزيل فهلأ بالميرور ريجن رح نضغط Enter رح تختار المنطقة الأقرب بالنسبة إلك فأنا بحالتي اليوم رح أختار البرازيل والشيلة اللي هن قريبين مني طبعا لحتى حدد الخيار اللي بدي أعمالي أضغط بزر الـ Space فأنا حددت هدول البلدين رح نضغط Enter بعدين بالنسبة للغة التثبيت رح نخليها الإنجليزية الـ Encoding رح نخليها UTF-8 بعدين بدي أختار الأرص اللي بدي أثبت النظام عليه فهلأ بضغط Enter هون هلأ مثل ما اللي شايف أنا بدي أثبته على الـ SSD اللي موجود عندي فهو الخيار الأول رح اضغط بـ Space عليه لحتى حدده وبعدين بضغط Enter لحتى أكد الخيار بعدين بدي أختار الـ File System أو Layout فرح اضغط Enter ومثل ما اللي شايف بعد ما اطلع من الخيار اللي فوق هو مباشرة عماله يروح للخيار اللي بعده فرح نروح مع Disk Layout هلأ بدي أروح أنه أعمل عملية مسح لكافة المحتويات الموجودة على هذه الأرص فرح قل له أوكي رح نروح مع الـ BetterFS أوكي رح قل له أنه ياخد رح يعمل عملية تشكيل الـ Subvolumes اللي هي جاية ضمن الـ Script بشكل افتراضي فرح قل له Yes كمان رح أعمل عملية Compression الافتراضية الخاصة بالـ BetterFS فرح قل له أوكي هلأ بالنسبة لفيديو اليوم ما رح نعمل أي Encryption فرح أنزل مباشرة للـ Bootloader إذا كنتم لاحظين بالفترة بآخر كام يوم أنه كان فيه كثير حديث عن المشاكل اللي عمالها تصير مع الـ Bootloader مع اللي فبحالة اليوم رح نروح مع الـ Systemd Boot CTL ما رح نختار اللي فرح قل له أوكي ما رح يفوت بهذا الخيار باعتبار أنه هو مباشرة محددها رح نجي للـ Swap أوكي باعتبار أنه نحن عاملين BetterFS فهو رح يعمل لي زيرام ورح نخليها مع الـ Swap بالنسبة لفيديو اليوم بالنسبة للـ Host Name ما رح نغيرها رح نخليها بس بدي حط باسورد للـ Root User فرح أضغط Enter رح حط كلمة السر بعدين عماله قال لي أنه الكلمة اللي حطيتها كلمة ضعيفة بحالتي رح خليها أوكي فرح قل له ياس لحتى يستخدمها رح أرجع عيد هاي الكلمة هلأ انتقل للخيار اللي بعده اللي هو الـ User Account بدي أعمل Local User فرح اضغط أوكي رح أعطي اسم للمستخدم وبعدين هذا المستخدم بده كلمة سر كمان قال لي أنه الكلمة ضعيفة رح أرجع عيد الكلمة لحتى أكدها بدي هذا المستخدم يكون في عنده صلاحيات سودو أكيد فرح انزل لخيار الـ Yes رح قل له أوكي وهلأ بنزل أنا عمالي استخدم الـ H وال J لحتى أتحرك فرح انزل لعند الـ Confirm and Exit هلأ بعدين شو هو الـ Profile أو شو اللي بدي أعمله مثل ما حكينا بدي أثبت الـ BSP-WM فرح اضغط على الـ Profile رح قل له Desktop انت إذا كان بدك تنزل minimal بدك تنزل سيرفر فعندك كل هاي الخيارات بس أنا رح اروح مع الخيار الأول اللي هو الـ Desktop ومن هذا الخيار رح اتحرك لـ BSP-WM وهلأ بالـ Arch Install أو بهاي السكريب يعطيني إمكانية أني سبت تعريفات انفيديا منها مباشرة بس أنا ما رح اعملها هون رح اروح للخطوة اللي بعدها فهلأ أنا هو مبدئيا بس رح قل له All Open Source وبعدين بالنسبة للصوت فرح اختارها رح قل له الـ Pipe Wire بالنسبة للـ Kernel هو بشكل أوتوماتيكي أخذ الـ Kernel العادية أو الإصدار الأخير وليست نسخة الـ LTS فرح نضل معها رح نجي للـ Additional Packages هون في عندي كتير أشياء بدي أضيفها فأول شيء أكيد رح يكون لازمني متصفح فرح قل له Firefox بعدين لازم يكون في عندي Terminal فرح قل له كيتي طبعا هاي الترمينال المفضلة عندي انت شو هي الترمينال اللي بتحب أنك تستخدمها بتحط اسمها هون وتركوه لي بقسم التعليقات شو أفضل ترمينال عندكم بعدين رح يكون لازمني أكيد الـ Get بعدين بدي نزل هلا نحنا مثل ما حكينا عمالنا نعمل الـ BSPWM فهون لا ما رح يجي معه Bar أو Panel فرح نثبت Poly Bar بدي سبت كمان الـ Veeam بدي بدي محرر نصوص بدي سبت مثل ما حكيت بدي سبت تعريفات انفيديا فرح أقول انفيديا ورح يكون في عندي انفيديا داش سيتينجز ورح يكون في عندي انفيديا داش يوتيلز بدي سبت تعريفات انتل باعتبار باعتبار انه المعالج اللي عندي فيه كرة شاشة مدمج فرح أقول له XF86 داش انتل داش فيديو وبدي سبت برنامج لحتى أكون قادر اني افتح البرامج البدياها فرح نثبت الروفي بدي سبت كومباستر لحتى يكون في عندي شفافية يكون في عندي أنيميشنز فرح نثبت البايكم لحتى أكون قادر اني اتحكم بسطوع الشاشة فرح سبت xorg xbacklight فلنقول انه بس هاي البرامج اللي انا محتاجها اليوم انت إذا في عندك اي برامج تانية ممكن انك تثبتها بهي الخطوة وبعدين إذا لقيت شي ناسك اكيد ممكن انك تثبته بعدين فرح قل له اوكي رح اضغط enter هلأ عماله يتأكد انه هاي البرامج موجودة ولا لا إذا فيه اي خطأ رح يقل لي انه البرنامج الفلاني غير موجود فممكن انه يعطيني لحتى صحيح اسمه فمتل ما اللي شايف انه xf86-intel-video غير ما لقى على ما يبدو اني غلط باسم البرنامج فهو البرنامج رح يكون اسمه xf86-video-intel فكمان رح يرجع يتأكد مرة ثانية اذا كان فيه اي اخطاء هلأ متل ما شايف انه وجد كل البرامج اللي بدي اياها بدي اعمل عملية ضبط للشبكة فرح اضغط enter وراح نروح مع network manager اللي هو الخيار الثالث use network manager رح قل له اوكي بالنسبة للمنطقة الزمنية رح اختار المنطقة الزمنية اللي انا موجود فيها طبعا متل ما حكيت عملية البحث بتتم عن طريق اللي سلاش بعدين بالنسبة لعملية المزامنة الاوتوماتيكية اكيد بدي اياها رح انزل لتحت اذا كان بدي يضيف مستودعات اضافية مثل مستودعات 32 bit او testing او اي مستودع اضافي انا بحالتي ما بدي اي شيء اي مستودع اضافي فرح انزل للخيار اللي بعده اذا بدي احفظ هاي الاعدادات لحتى ارجع استخدمها بعدين فممكن اني قل له save بس انا ما رح احفظها رح ايجي للخيار اللي بعده او ال option التاني اللي هو عملية ال install فمتل ما شفنا يعني عملية التنزيل كانت بغاية البساطة انا بس حطيت له يعني ككتابة ما في غير امرين او ثلاثة وبس عطيته اسم البرامج اللي بدي نزلها اما كلها عبارة عن قائمة انا عم ما لي امشي من خيار للتاني فهلأ رح نضغط على install متل ما اللي شايف عطاني عطاني ملخص بالعمليات اللي رح يعملها وهلأ بصدل علي اني اضغط enter وهلأ بتركه لحتى يخلص عملية التنزيل وبعدها رح نرجع للكمبيوتر الفعلي رح نطلع من ال ssh لانه ما رح يعود فيه له داعي يعني اسألكم بالله في اسهل من هيك عملية تثبيت لarch linux هلأ خلصت عملية التثبيت وعماله يسألني اذا كنت بدي اعمل الشروط لحتى ثبت برامج اضافية او اعمل اي شي تاني انا بحالتي ما بدي اعمل الشروط فرح قل له no هلأ انا لساني موجود ضمن ال ssh بس ضل عندي اني قل له reboot وهلأ هيك بكون اطلعت من ال ssh ورح ارجع للكمبيوتر اللي عندي هلأ الشيء الوحيد اللي ما لقطه كارت التسجيل او جهاز التسجيل اللي هو شاشة تسجيل الدخول اللي هي light dm انا بال light dm بس عطيته كلمة السر وكنت مباشرة ضمن ال bsp wm اللي مثل ما انا شايفين هي عبارة عن مجرد شاشة صودة مع الماوس مع المؤشر يعني نحنا حتى وقت اللي نزلنا النظام نسينا ننزل برنامج لحتى نغير الخلفيات او ننزل الخلفيات بالاسس فانا لحتى افتح تيرمينال جديدة بال bsp wm بيضغط اما بيضغط على زر السوبر او زر الويندوز وانتر فراح يفتح لي التيرمينال الجديدة خلينا اول شي انكبر الخط وبدي اول شي نزل النايتروجين متل ما حكيت فراح قل له sudo pacman-s nitrogen وهلأ باعتبار انه انا ما بعرف شو هي اسمها الوال بيبرز اللي موجودة على مستودعات arch فراح قل له pacman-s capital طبعا النقطة اللي ما حكيتها بالبداية انه باعتبار انه انا مشيت مع الarch install فهو وقت اللي سبت لي ال bsp wm سبت لي معه البرنامج او الادات اللي تسمح لي ان يخصص ال key bindings لانه ال bsp wm بحد ذاته هو عبارة بس عن مدير نوافذ ما بيجي معه اي اداة تانية البرنامج الخاص بال key bindings اللي نزل مع مع النظام هو ال s x h k d خلينا نقول برنامج ال key bindings لانه مرتين ثلاثة ما عدي طلب معي هذا الاسم بالمرة ابدا فهلا بعد ما خلصنا لسه انا ما في عندي اي كي بايندينج لافتح الروفي لانه نحنا سبتنا الروفي فمن الويندومان فمن الترمينال راح قلو نايترجين راح يفتح لي اياها اول شي راح ايجي للبريفرنسيز راح ايجي لزر الاد وبالنسبة للوال بيبرز راح تكون بحفوظة بالفايل سيستيم راح ايجي لمجلد اليو اس ار راح ايجي للشير راح ايجي للباكجراوند ورح نحدد مجلد الارتش لينوكس ونقل له سيلكت وبعدها راح قلو اوكي ورح نختار اي وول بيبر من اللي طلعت عندي انا راح روح مع هاي ورح ايجي بالنسبة للحجم راح قلو خليها على الوتوماتيك وبالنسبة للسكريم باعتبار انه انا عندي شاشة اللابتوب والشاشة اللي عمالي سجل عليها او جهاز التسجيل فرح اختار بس مجرد شاشة واحدة ورح نقل له ابلاي هلا رح ارجع للتيرمينال ورح اضغط على كونترول سي لحتى سكر النايتروشين طيب هلا انا بدي اعمل عملية الكونفيريشن للبي اس بي دوبليو ام او للس اكس برنامج الكي بايندينج فبالبداية انا في عندي ملفين اللي هنين جايين اللي نزلوا مع النظام بس موجودين باماكنهن غير الصح هلا انا بعد ما ثبتت النايتروشين تم انشاء مجلد ال دوت كونفيك لانهو بالبداية ما كان موجود بس ضمن هاد ال دوت كونفيك بدي اعمل مجلدين اضافيات او او مسارين جداد الخاصين بالبي اس بي دوبليو ام وبرنامج الكي بايندينج فرح نقول له ميك دير دوت كونفيك بي اس بي دوبليو ام وكمان رح قل له ميك دير دوت كونفيك اس اكس اتش كي دي طيب هلا انا لازمني ملفات الكونفيك اللي اجيت نازلة مع هاد النظام والموجودة هاي الملفات موجودة رح اعمل عملية cp.usr.share.dox.psp.wm.exambles وبعدين psp.wm.rc هاد لوين بدي انسخوا بدي انسخوا لدوت كونفي للبي اس بي اس بي دوبليو ام وكمان رح قل له cp.usr.share.doc.psp.wm.exambles.sx وبعدين لا بدي انسخوا لدوت كونفيك اس اكس طيب هلا بحالة الكونفيك فايل الخاص بالبي اس بي دوبليو ام هو عبارة عن ملف باش فلازم اني اعملوا اكس كيوتابل لحتى اقدر اني استخدموا فرح قل له ch mode plus x.config bsp.wm وبعدين psp.wm.rc هلا خلينا نفتح ملف الكونفيك فراح قل له vim.config bsp.wm وبعدين ما اللي شايف انه برنامج الكي بايندينج هو موجود بشكل اوتوماتيكي لحتى يشتغل اول ما افتح البي اس بي دوبليو ام بس انا لسه في عندي اني اضيف الضيف الكومبوسيتور فراح قل له pycom and وكمان بدي اضيف البولي بار اللي هو البانيل العلوية فكمان رح قل له poly bar poly bar and وهلأ بحفظ هذا الملف ولازم اني اعمل restart للwindow manager فالاختصار الكي بايندينج للrestart اللي هو super alt وال R فمتل ما اللي شايف انه البولي بار صار موجود عندي اشتغل بالقسم العلوي والكمبوزيتور كمان اشتغل مع اني ما شفت اي شي بس لاني ما عملت اي اعدادات للكمبوزيتور بصار موجود عندي طيب هلا كيف ممكن اني اعمل configuration لالكي بايندينجز او غير الكي بايندينجز فراح نفتح كمان بالفيم رح قل له dot config sx ما بعرف sx rc فهلا رح ايجي هون نحنا بس رح نعمل نحنا اليوم بس رح نعمل تغييرين اساسيات لانه متى ما اللي شايف انه الترمنات اللي بتجي بشكل افتراضي او اللي بتوقعها ال bspwm اللي هي ال urx vt انا ما نزلتها انا كذبت عليكم بالبداية لاني عملت شوية تعديلات وبعدين رجعت وحسفت الملفات بس بهم ال urx vt ما لها موجودة وانا ما نزلت ال d menu وانما بدي استخدم ال rofi فراح ايجي للسطر الاول اللي هو تحت ال super return بهذا البرنامج برنامج ال sxh بلا 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 لحتى تعرف key binding جديد انت في عندك بالسطر الاول بتحط شو هي ال key binding اللي بدك ياها وبالسطر الثاني بتحط شو هو الامر او الوظيفة اللي بدك تعملها مع هاد الاختصار فهلا بالنسبة لل super enter ال return هي enter انا بدي اياها تضل على حالها تتفتح لي ال terminal بس رح اغيرها من ال urx vt للكيتي وبالنسبة لل super space bar بالنسبة انا شايف انه قبل ال space في عندي اشارة ال at هاي معناها انه انا وقت اللي اضغط على ال space رح يعمل لي هاد الامر وليس وقت اللي ارفع ايدي عنها ال at بتاني انه وقت اللي اضغط فهلا انا رح ايجي لقبل ال d menu رح اغيرها لا ال rowfee ال rowfee لحتى يشتغل رح يكون فيه له flag معين رح يكون rowfee dash show و d run هلا هيك بس هاي الاشياء اللي بدي اعملها كمان اذا القينا نظرة تانية على key bindings ال default اللي تجي مع ال sx بلا 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 فانا في عندي ال super scape لحتى ال super scape لحتى اني اغلق ال key bindings او ال demon بحت ذاته في عندي بعدين الاختصارات او ال key bindings الخاصة بال bsp wm ما رح ما رح ندخل اليوم بعملية ال configuration وال rising رح نخليها للفيديو الجاي اللي منتعمق فيها باعدادات ال bsp wm وال key bindings بحت ذاتها خلينا نحفظ هاد الملف هلا كمان لازم بالبداية اني اغلق ال sx بلا 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 فرح اقل له kill all sx kd كمان رح ارجع افتحه مرة تانية رح اقل له sx اه رح اقل له sx بلا 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 اشارة ان هلا هاد صار موجود عندي فاذا ضغطت على super وال space شايف انه ال d menu او العفوان ال row في اشتغل هلا اذا ضغط escape بطلع منه وانما اذا ضغطت super enter رح يفتح لي ترمينال جديدة رح ننهي فيديو اليوم بانه نشوف انه ال bsp wm هو manual tiling window manager بمعنى انه انا ما في عندي ال dynamic اللي هو بيحدد لي شو هي ال layout اللي بدي افتحها بس بهاد ال window manager هو بيتعامل معه على مبدأ اغصان الاشجار فانا النافذ الموجود فيها حاليا هي الغصن الاساسي او الفرع الاساسي والنافذ اللي بتجي بعدها او اللي بيفتحها بعدها اللي هي انه الغصن الجديد اللي طالع منها فهلا متل ما انا شايف انه على سبيل المثال انا موجود على النافذة اليمين اذا ضغطت super enter رح يفتح لي نافذة جديدة متل ما لاحظنا انه في عندي عملية فايدنج وهي الفايدنج جاية من البايكم بحد ذاته البايكم هو اللي اللي عاطيني هاد الافكت فهلا شفنا النافذة التانية فتحت تحت النافذة اليمين اللي صارت بقسم العلوي وانما لو اجيد النافذة اللي على يسار الشاشة طبعا انا حركتها بالماوس اذا ضغطت كمان كونتر او انتر فتح لي نافذة جديدة تحتها هلا النافذة المحددة هي النافذة الموجودة على يسار واسفل الشاشة اذا ضغطت super enter مرة تانية شايف انه فتح لي نافذة جديدة على يمينها هلا اذا ضغطت super l رح روح للنافذة الموجودة على اليمين اذا ضغطت super k رح روح للنافذة اللي فوقها اذا ضغطت super j رح روح للنافذة اللي تحت واذا ضغطت سوبر اتش رح روح للنافذة اللي على اليسار بتضغط سوبر كي لأطلع لفوق هلأ أنا موجود بالنافذة اليسار العلوية إذا ضغطت سوبر انتر رح يفتح لي نافذة جديدة على يمينها فهذا هو مبدأ أغصان الشجرة للبي اس بي دابليو ام هلأ الشي اللي رح نعمله مثل ما حكيت بالبداية انه رح نشوف كيف ممكن اني اعمل تخصيص لأزرار سطوع الشاشة نحن بعملية التثبيت سبتنا الاكس باكلايت فرح نستخدم برنامج الاس اكس اتش بلا 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 فرح نقول له فيم دوت كون في اس اكس اس اكس آر سي هلأ هاي الأزرار ممكن اني حطها بأي قسم بدية فأنا رح ايجي لهذا القسم رح نيجي لتحد هات القسم ورح اقول له بالنسبة لأزرار السطوع في الها اسم محدد اسم خاص فيها اللي هي ننتبه لأحرف الكابيتال هذا بالنسبة لزيادة السطوع وبالنسبة لتخفيض السطوع كمان نفس الاسم طيب هذا السطر الأول السطر الثاني رح يكون هو الأمر اللي بدنا نعمله فرح يكون لزيادة السطوع رح قلو عمل لي زيادة السطوع بنسبة 10% رح انسخ هذا السطر رح حطه تحت وبدال الانك رح تبدلها بالدي اي سي اللي هي دي كريز طبعا انك هي انكريز وديكريز هلأ صار في عندي زيادة وتخفيض بنسبة 10% رح نحفظ هذا الملف لازم أني تكر الاس اكس فورجع افتحه فرح يقول له كل اول اس اكس اتش كي دي رح ارجع افتحها كي دي هلأ بالفيديو ما رح يكون واضح هذا الكلام بس أنا عمالي اضغط على ازرار السطوع عماله يتغير سطوع شاشة اللابتوب عندي هلأ بالنسبة لرفع وخفض الصوت بنفس الطريقة اللي عملناها لسطوع الشاشة ممكن انه نعمله هذا الكلام رح نحكي عنه بالفيديوهات المقبلة عن كيفية تخصيص البي اس بي دوليو ام الروفي فأكيد لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الاعجاب بلتي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله اشتركوا في القناة